وإلى انتصار آخر حيث تألق النجم الفرنسي سبستيان لوب مرة أخرى مع فريق البحرين ريد إكستريم مع دخول منافسات رالي داكار في منطقة الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية لأول مرة وأكمل سبستيان لوب ثلاثية رائعة من الانتصارات في المراحل مع فريق البحرين ريد إكستريم اليوم وقاد لوب ملاحه فابيان لوركين سيارتهما برو درايف هانتر لتحقيق انتصار ثالث في المرحلة العاشرة ومسافتها 114 كيلومتر والممتدة من حرض إلى الشيبة متقدما بفارق ثلاث دقائق وأربع ثوان على سيارة أودي يقودها ماتياس إكستروم وملاحه إيميل بير جيكفيست وعززت هذه النتيجة قبضة لوب على المركز الثالث بشكل عام حيث سجل ناصر العطية رابع أسرع وقت في المرحلة العاشرة اليوم لإنهائه بفارق ساعة واحدة وإحدى وعشرين دقيقة وأربع وثلاثين ثانية بسيارته تيوتا متقدما على البرازيلي لوكاس مورايس ترجمة نانسي قنقر